السلام عليكم احباتي ومرحبا بكم معي فيديو جديد على قناتنا نكا مغربية وصفة جديدة وفيديو جديد الذي نقدم لكم اليوم فيه هذا الحلواء او لهذا القطوتي يجي غزال بزر هو تقريبا نرى ما فيش تطقيق نهائيا ماشي تقريبا نرى هنيس ما فيش تطقيق مصيب غير باللوز ولا كخيم والشوكولات مهم من ذاكش اللي تشهى اللي تشهى النفس طريقتها سهلة بزرما فلا تعقيدات لحتاج شيء مستحيل ما تنجحش لك سوف نرى المقادر البيسكويت سوف نحتاج 5 بيض البيض 90 جرام السكر و 200 جرام اللوز بالنسبة للوز فلا نحمره لا تحتاج شيء فقط كيف سوف نشيروه سوف نسحه جيدا سوف نتحنه جيدا سوف نتحنه جيدا سوف نخدمه به سوف نحمره لا تحتاج شيء كيف سوف نتحنه سوف نأخذ 5 بيض البيض البيض غير متوسط سوف نزيد لي 1 قبيصة و 1 رسم علقة الملح و سوف نطلعه بالبطع بحال هكذا سوف يكشكش جيدا و يبدأ بيض سوف نزيد ساندة قليلا و чтобы السكر سوف نسعد السكر سوف نزيد السكر و سوف نحبسه سوف نصده سوف نحبسه سوف نزيد الروز أو لذيك اللوز اللي طحنته على شكل بودرة بحلاكة سنضيف شوية بشوية ونخدم غير بفوية غيرها كيداوي نخدم بشوية باش ما يهبط للمورنغ ونحاول نخدم لذيك اللوز ندخله جيدا في المورنغ بحلاكة ونأتي بواحد اللاطة اللي يكون عبر ديالها 20 سنتيم على 30 سنتيم هذه الحلوة لا تتجيش كبيرة بزاف تتجيش كبيرة بطبيعة الحال المول من الأحسن ونحن يكون طاوة الفران لا تتلصق فمن الأحسن نفرش كبيرة لذلك لن نضمن أنها لا تتلصق لنا ولا تتلصق لنا في الخدمة نهائيا سنقضل السطح جيدا ونساويها جيدا وندخله للفران الذي يكون شاعل غير من تحت على 180 درجة ونحن نطب تقريبا ستأخذها غير 15-20 دقيقة لا تحتاج وقت طويل ونحن نقضي كل فران يجب أن تلصق لها فرحة فراصة ونرى حولها أثناء فران وننضي أجب بزافة فران نحتاج 14 صفر 15 جرام السكر 80 جرام الحليب و 10 جرام النشا بالنسبة للمقادر اعطيتهم لكم بالجرام ونحاول ان نجدهم في صندوق الوصف بالكاس للعنبة سنكسبهم بالجرام ونجدهم حتى بالكاس للعنبة سوف نأخذ دكس فرط البيض نزيد عليه النشا ودكس سكر 15 جرام والحليب حتى هو ونعمل بحلاكة جيدة ونضيف السكر و النشا مع الضيج والحليب سوف نضيفه من البطا ونحرك بحلاكة لا نحبس من التحرك حتى يقوم بإعقدة الخالط ويقوم بحيث بشكل كريم باتيسير سوف يقوم بإعقدة من الكريم باتيسير سوف نضيفه من البطا ونضيفه بحلاكة حتى يبرده جيد ونضيفه بطبيعة حتى يقوم بحلاكة ونضيفه بحلاكة حتى يحتاجه سوف يقوم بحلاكة بسكوية ونضيفه بوقت طويل سوف نقابله في الفران سوف نضيفه من البطا ونضيفه سوف نقوم بسكوية سوف نقوم بحلاكة بسكوية لديك أكبر كثيرا البسكوية لا تقطع و لا تهرش بسهولة ومعني في الوقت يجب أن يحرك بحلاكة ل coupling سوف نقوم بتحديد البابير بكل سهولة بحلاكة ويجب أن ترسل منك القنية لا يوجد مشكلة سوف تغطي كل شيء من بعد بلا كريم وشوكولاتة سوف نضيف التبصيل اللي نقدم فيه ونضيف المرسو الأول أو نصف الأول مرة بسكويت ونقطع البابير بأسفل على شكل باندايز الذي سوف نضيفه في بيسكويت سوف يسهل المرحلة للزين من البادئ سوف نضيف فرصه ونجره يبقى يكون التبصيل تقديم من قيمة سوف نضع الجزء الثاني للبسكويت حتى نكمل توجد الكريم سوف نضع 80 جرام الشوكولات البيض مع 90 جرام الكريم فريش سوف نستعمل الكريم بسكر سوف نضع الجوش في زليفة سوف نضع الجوش في حمام مريم سوف نضع 50 جرام الزبدة من أصل الحيواني سوف نضع الجوش في المطبخ سوف نضع الجوش في زليفة حتى تكون جيدا هناك شوكولات البيض مع الكريم جدا سوف نضع الجوش في مكسوة والمكس المجدد سوف نضع الجوش في مكسوة كريم جدا نمزجهم بجوج سوف نلاحظ أن الخالط سيكون في كتن الوح وبيبات سوف نخرجهم بالبطور و سوف تخدم كل شيء سوف يتمزجهم جيدا سوف نضيف زبدة التي تعملت في الأول سوف نضيف الخالط سوف نخرج كل شيء بالبطور سوف يخرجهم جيدا و سوف يكون لديك كريمة التي تطلعها وشدها في رأسها هنا سوف نضيفها سوف نضيفها في تلاجحها جيدا وضع الشوكولات البيض مع الكخيم في خاش لدوب سوف نضيفهم حتى يبردون جيدا سوف نضيفهم لكي تطلعها كشدة فرصها سوف نضيف وشدة فرصها جيدا لأن العناصر كانوا باردين في الأول هنا كخيم لا نحتاج إلى تلاجحها لأن العناصر كانوا باردين جيدا لأن العناصر كانوا باردين جيدا لا يحتاج إلى تلاجحها سوف نضيفها سوف نضيفها جيدا سوف نضيف البسكويت سوف نضيف البسكويت بطبيعة الحال سوف نضيف لا نحتاج لنسقيها لأن الحجرات تأتي مسقية وشيجة سوف نضيف سوف نضيف أو أكثر من نصف الكريمة سوف نضيف البسكويت سوف نضيف البسكويت سوف نضيف بطبيعة المكت invasive سوف نضيف للبسكويت وسوف نضيف الكريمة من كخيم ونضيف الكريمة من عليهم ونضيف البشيات على طبيعة من قليل بالنسبة للغانج سوف نحتاج لها 100 كرام الشوكولات بالحليب بطبيعة نوعية جيدة سواء هذه الشوكولات أو الشوكولات الأولى التي خدمنا بها كانوا نوعية جيدة سوف نزيد لها 71 كرام الكريم فخش التي تحتاجها غير محلطة بحالة الكريم الأولى بلا سكر سوف نخلطها بحلقة وسوف نضيفهم حمام مريم حتى يضبهم جيدا سوف نأخذ ملوضة تسبق لي وحمرتهم في المقل سوف نقوم بحلقة كثيرة حتى يأخذوا بقرمشين وقسمتهم على المقل بطبيعة الحال لا يمكن أن تعودهم بأي نوع من المكسرات الوصفة الأصلية كانت فيها اللوس كانت تضيفين اللوس العادي الذي خدمنا بها بسكويت يقسموا بالقشرة وقسموا بكل شيء وقسموا بالقشرة طريفات وقسموا بالقشرة وقسموا بالقشرة وقسموا بالقشرة وقسموا بالقشرة لأنهم سوف يأتي المقلق مع الشوكولات المهم أي نوع من المكسرات بحلقة التي سوف يضيف لنا القرمشة لها ويكون محمرة بطبيعة الحال سوف نقوم بحلقة هذا المقشرة سوف نخلطه جيد لكي ندمج الشوكولات مع بحلقة ونجعله برد قليلا وقسموا بالقشرة لكي نخلطه لكي نعود ونجعله ونجعله كثيرا وفي وقت عندما تكون سخونة على البيسكويت سوف يدوب ونزلها لذا نتأكد أنه برد ونجعله سخونة لكي نعمل بحلقة سوف نجعله سوف نجعله سوف نجعله البيسكويت الذي سوف نحضر الطريفات من الفوق أو لأي حاجة كانت متوفرة ونجعله لغاناش سوف نهز لغاناش سوف نغطي به الشنب بحلقة سوف نحاول نغطيها ونغطيها كلها بالشوكولات هنا بالنسبة للمقادر والعبار سوف نجعله كمية كافية البيسكويت كاملة ونجعله كمية مضبوطة للمقادر كمية سوف نجعله فرص ونجعله البيسكويت التي تضيفت في الجنب ونجعله كمية لغطيها كمية ونجعله لغطيها لغطيها ونجعله بحلقة باردة وشدة ونجعله ونجعله قطعتها وهذا هو لديك ونجعله ونجعله لديك ونجعله لديك ونجعله في القناة حتى يقرب العيد لكي يكون اقتراح الفطور في النهار العيد لأنها تستاهل النهارة هذه العيدة ولكن لم يكن أرى في السوري عجباتهم ونجعله لديك مشكلة ونتمنى الوصفة اليوم تكون عجباتكم والفيديو اليوم كان خفيف الضريف على قلوبكم خليت لكم من هنا ورحت للبال حتى نرى فيديو جديدة شكراً ومسلامة